السلام عليكم. ازايكم عاملين ايه? ان شاء الله نهار ده هنعمل كده. آآ يعني كيكة كده طلعة الايام دي ترند كده وهي كيكة المية. بيقولون هي من غير ولا بيض ولا حليب. وآآ بيقولون نتيجتها حلوة جدا. آآ طب هنجرفها مع بعض كده ونشوف النتيجة تطلع ايه مع بعض. في البداية خالص جبت مجان كده من الدقيق وعليهم كيز بيكينج بودر اللي بتهم على بعض وركنتهم على جنب علشان آآ ابدأ ان انا اعمل السويل بتاعة الكيكة بتاعتي. تعالوا بقى نجيب بولة تانية كده ونحط فيها مج ونص كده من المية. المج اللي انا بيعير بيه السويل كلها هو واحد. ومج السكر كمان. عليهم كده معلقة خل وكمان خمس معالق من الزيت. وبعد كده كنت محضرها مج من السكر. برضو نزلته كده على السويل دي كلها. وبعد كده بقى هجيب آآ رشة ملح كده. طبعا في اي مخبوزات بنعملها بنحط رشة ملح كده. آآ بتفرق جامل جدا في الوصفات يعني. بعد كده عندي معلقتين كبار من الكاكاوة. لو انت ضعفتي كمية المية يعني مسلا هتحطتي كباتين ونص من المية. لا ضعفي الكاكاوة معاهم. عشان نديكي نتيجة افضل. وطبعا السكر. قلبناهم مع بعض كويس قوي كده. وبعد كده جبنا بقى الدقيق اللي احنا اضفنا عليه الباكينج بودر. وقلبناهم مع بعض. الحد ما يختفي الدقيق معايا خالص. كده المكونات كلها متجنسة مع بعض كده. وبعد كده جبنا بقى قالب كده عندنا رشناه آآ يعني دهنا زيت ورشة دقيق وحطينا كل مكونات الكيكة بتاعتي. ودخلناها على فرن سخن. وهنشوفها ان شاء الله لما تطلع. هنشوف النتيجة بتاعة الكيكة القلبة دماغنا الايام دي ايه. زي ما انت شايفة كده طلعنا الكيكة من الفرن. طبعا حطينا بنختبرها بخلة. خلة الشيش طوال كده. طبعا مدام طلعت ممسوحة يبقى كده تمام الكيكة بتاعتي استوت وبقت زي الفل. عندي بقى سوس شوكولاتة. عندك سوس كراميل. اي سوس عندك ممكن ان انت تحطي على وش الكيكة بقى وتعمل شوية حرقات كده فيها وتزينيها يعني. وطبعا لو في شوية مكسرات آآ كان عندي بصراحة جزهن رشت كده من على الوش. وخلاص آآ خلصناها قطعناها بقى كده بصوا. طبعا باين عليها وهي انا بقطعها. ما شاء الله يعني اللهم بارك طلعت تحفة. يعني حاجة كده فعلا انا ما كنتش متوقع نتيجة دي. حاجة كده جميلة جدا. ولا تقولي بقى بيد ولا تقولي حليب تاني. حاجة كده اقتصادية جدا. وهتفرح ولادك جدا بقى المكونات وموجودة عندك في البيت. آآ خدي بالك بقى في ناس بتقول نحط آآ يعني يعني ربع معلقة كده من الكاربوناتو علشان ترفع معي. بلايش. يعني الكاربوناتو مضر جدا وبيتعب للكيلة جدا. وكمان آآ يعني استخداماته حاجات تانية في النظافة بقى وفي الحاجات دي في بلايش. يعني اكلنا خليه صحي احسن. آآ حطينا البيكينج بودر ورفعها لي معايا. ودني نتيجة زي الفل كده زي ما انت شايفة. حاجة كده تحفى الله مبارك. ودي كانت وصفتنا النهاردة لأسرع كيك ممكن تعمليه في البيت من غير بيض ولا حليم. آآ اتمنى يكون عجبكم الفيديو النهاردة ان شاء الله. ويا ريت بقى ما تبخلوش علي باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله واشوفكم على خير والسلام عليكم.